وسنفتح معهم صفحة جديدة ربما توقع صالح أن طلبه بفتح صفحة جديدة مع التحالف العربي سيلقى استجابة لكنه لم يعلم أن هذه الصفحة الجديدة ستكون الأخيرة في حياته فرصاص ميليشيا الحوثي كان أسرع إليه لينهي حياته بعد أن اختار الانقلاب عليهم تحالفه صالح الحوثي الذي بدأ منذ عام 2014 حفل بسلسلة من الخلافات التي تطورت في كثير من الأحيان لنزاع مسلح كان آخرها في اليومين الماضيين حيث خرج صالح ليعلن الانتفاض ضد ميليشيا الحوثي مطالبا التحالف العربي بالتفاوض مع مجلس النواب اليمني لوضع حد للوضع المتدهور في البلاد واصفا الحوثيين بالميليشيات التي عبثت بمؤسسات الدولة لتبدأ سلسلة معارك سيطرت خلالها قوات المؤتمر الشعبي على أجزاء واسعة من العاصمة صنعاء وعدد من المديريات والمحافظات وسط البلاد تصرف لم يرق لزعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي الذي وصف فعلة صالح بالخيانة والانقلاب على التحالف والشراكة واتهمه بعد قيادات حزب المؤتمر بالتآمر ضد اليمن داعيا عناصر ميليشياته للتصدي لأنصار صالح ومع اجتداد المعارك أقدم مقاتل الحوثي على قتل صالح رميا بالرصاص بعد أن اعتقلوه وهو في طريقه إلى مسقط رأسه في سنحان جنوب العاصمة صنعاء بينما قالت مصادر أخرى أنه كان متوجها إلى مأرب وبذلك تنتهي حياة الرجل الذي بدأ تصدر المشهد السياسي في اليمن بداية من عام 1990 كأول رئيس للجمهورية اليمنية بعد إعلان الوحدة بين الشمال والجنوب وشهدت فترة حكمه الكثير من التحالفات والحروب كان أبرزها حروبه الستة ضد حلفائه الحوثيين بين عامي 2004 و2010 وفي عام 2011 اندلعت احتجاجات ضد حكمه أفضت لتنازله عن الحكم وفقا لمبادرة رعاها مجلس التعاون الخليجي في عام 2012 والتي حاول صالح الالتفاف عليها عام 2014 بالتحالف مع الحوثيين والذين أنهوا مسيرة حكم صالح التي لم تكن سوى مسلسل من التحالفات ثم الانقلاب على تلك التحالفات تحالف مع الجنوبيين وحاربهم وحارب الحوثيين وتحالف معهم ثم اختار الانقلاب عليهم ليكون هذا آخر انقلاب يقوم به الرئيس اليمني السابق المقتول علي عبدالله صالح وهي تعبث بمقدرات الشعب وتنهب المؤسسات